أسرار ما تعرفها عن مسلسل من شارع الهرم إلى عادل الكلباني راح يزعلهم وسوبيا توديك الطوارئ وأخبار وسوالف أكثر في حلقة جديدة من سوالف رمضان معي أنا عبد الرحمن السيد ونقول لكم كالعادة يا مرحبا بكم عادل الكلباني يتوعد فريق عمل استيديو 22 بعد ما قاموا بتقليده بشخصية حلبان الحلباني وقال هناك فرق بين السخرية والاستهزاء واللي ما أقدموا أهله اتقدم المحاكم أنا شخصيا أتوقع أن الكلباني ما راح يسوي شيء بس كعادته يحب يثير الجدل شماغ حلبانكو شماغ صيني ضد الرطوبة وضد الحرارة كود خصم لأول ثلاث مشترين حلبانكو 3031 أيضا بسبب الله ونعم انتشر مقطع لتعبئة مشروب السوبية بطريقة بسيطة وكتب نشر المقطع سوبية تشربها من هنا وعلى الطوارئ من هنا وللمعلومية السوبية واحد من أشهر المشروبات الرمضانية والتي تنتشر في الحجاز بشكل كبير وزي ما يقولون ما يحلل إفطار غير بالسوبية لكن بالسوبية اللي شفناها في المقطع ما أتوقع أنه راح يحلل إفطار مسلسل من شارع الهرم إلى أثار الجدل في الوسط الفني الخليجي إلى أن المسلسل هو الأعلى مشاهدة على تطبيق شاهد المسلسل ولع الدنيا في الكويت ومصر والسبب أن المصريين رفضوا فكرة ظهور المرأة المصرية بهذه الصورة وقال النايب الكويتي حمدان العازمي أنه نور الغندور ما ترد على اتصالاتها وأنها معند على استكمال أعمالها المشينة بالمسلسل ودعا لمنعها من دخول الكويت يا نور ردي على الريال وفكك من المشاكل أطول مدة صيام على وجه الكرة الأرضية يعني مثلا في حدا يصوم في المريج يخي ما تشيل يا أخي لا تدقيق المهم الموضوع ما فيه أن الزعاق غرت قائلا أنه كل من النرويج وغرينلاند وفنلندا يصومون 23 ساعة باليوم يعني بس يفطروا ويرجعوا يصوموا تعرف واحد عايش هنا ستيديو 22 أبدعوا في تقليد العديد من الشخصيات طبعا التقليد دائما كان بقيادة خالد الفراج وحبيب الحبيب برايكم وش أفضل شخصية قلدوها بالمسلسل أنا أشوف للآن أبو جركل لا تنسون تتابعونا في الحلقات الجاية من سوالف رمضان معي أنا عبد الرحمن السيد وكالعادة أعب أقول لكم لا تنسون تسوون اشتراك لبرنامج سوالف رمضان ولا تنسون تتابعونا على الاسناب شات أنا أخوكم عبد الرحمن السيد أحب أقول لكم في أمان الله